اشتركوا في القناة الزغليل او الفراخ من العش قام بوضع البيض من جديد مرة اخرى في نفس المكان وفي نفس العش كما تشاهدون احبتي بالله وهذا الان وجدت به زغليل جديدة صغيرة جدا بسم الله ما شاء الله تبارك الله كما تشاهدون احبتي بالله سوفقوم ينزال القفص لنشاهد مع بعض الغريب في الموضوع ان الطيور في نفس المكان وهي طيور برية سبحان الله كما تشاهدون احبتي في الله زوجة زغليل بسم الله على ما يبدو ان الزوج اطمأن في نفس المكان بعد ان طار فراخها الصغيرة في البطن الاول فقام بالتزاوج مرة اخرى في نفس المكان وهذا امر طبيعي وكما تشاهدون احبتي في الله الابوين خارج المكان اعلق القفص جيدا في مكانه يعني زي ما انتم شايفين هذه غرفة عندي منعزلة داخل المنزل والشبابيك كما تشاهدون احبتي في الله ليست مغلقة فالزوجين الذكر والانثى الابوين يقومون بالخروج من هذا المكان ويعودان لطعام الفراخ في كل وقت وانا غير مهتم في تربية هذا النوع من الطيور فهذه غرفة كما تشاهدون منعزلة لنشر الغسيل ولا اجلس بها كثيرا ولانها بعيدة عن حركة الناس فقام هذا الزوج البري الحمام البري بالدخول لهذه الغرفة والتزاوج للمرة الثانية وصنع العش للمرة الثانية وضع البيض وانتاج الفراخ كما تشاهدون احبتي في الله لا تنسوا عمل اشتراك بالقناة وتفعيل جرس اشعارات القناة حتى يصل اليكم جديدون فيما يخص تربية الضيور ولا تنسوا عمل اعجاب ومشاركة الفيديو دعما لنا لنرفع لكم المزيد من الفيديوهات ان شاء الله ولا تنسونا من صالح دعائكم دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة